السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبت لكم فيديو جديد كين بزاف ناس اللي متخوفين من غلق الحدود الجزائرية مرة أخرى لكن إخواني أخواتي جبت لكم في هذا الفيديو بالدلاء إلى القاطعة بأنه لا يتم غلق الحدود الجزائرية مرة ثانية نبدأ على بركة الله مع البروفيسور الباحث في علم الفيروسات الدكتور محمد منهق في تصريحاته اليوم لإذاعة الطيف قال بأن الوضعية حالي مقلقة وقد تصبح خطرة إذا لم نقبل بكثافة على التلقيح ونحترم إجراءات الوقاية وقال أيضا نحن كباحثين نتخوف من الفترة القادمة أين تكثر التنقلات والتجمعات والأفراح والأعلم وأيضا لقاءات وأضاف الفيروس لا زال بيننا وسيبقى معنا لسنوات طويلة بعد التلقيح لكن بصفة منعزلة شأنه كبقية الأوبئة كوباء الأنفلونزا مثلا الحل الوحيد في الجزائر حالي هو الإقبال المكثف على التلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية حتى تصل إلى 70% إجراءات الوقاية أثبتت محدوديتها عند كثير من الجزائريين بسبب عدم الالتزام لكن مع ذلك يجب الحذر وأضاف أطمئن مرة أخرى كل الجزائرين اللقاحات المستخدمة في الجزائر هي آمنة وطبية وفعالة وضروري تلقيح الجميع هل يجب أن يقلق أفراد الجالية بسبب هذه التصريحات الإجابة لا لأن الدكتور مهيوي بالأمس قال كلام معاكس تماما لذلك علينا أن نعرف أن القرار يأخذها رئيس الجمهورية السيدة ابن جيد تبون وليس الدكاترة وقد تم منح مقترحات من قبل وزارة الصحة كلها إيجابية ولسالح أفراد الجالية وسيتم الفصل فيها خلال الساعات القليلة القادمة لذلك لا داعية للخوف من غلق الحدود الجزائرية مرة أخرى ترقبوا رحلة جديدة وذول جديدة سيتم الفتح معها وسنوافيكم بها لحظة إعلانها بارك الله فيكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة